وبالتأكيد الملف الاقتصادي بيعد من أهم الملفات اللي الدولة المصرية بتولي لها اهتمام خاص وخصوصا مع ارتفاع معدلات التدخل من بارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم بخصوص هذا الأمر مع السيد وزير المالية دكتور مدبولي أعلن عن حزم وعن تسهيلات في مجال الضرائب وفرص عمل في مجال القطاعات الصناعية والمدن الصناعية وأخبار يمكن كتير جدا بتهم المواطن المصري وإن شاء الله هتحدث انفراجة قوية بهذا الأمر والإضافة أيضا للحديث عن التدخل وعن تأثير التدخل معنا على الحياة المواطنين اليومية بالتأكيد فيه إجراءات حكومية حول هذا الأمر النهاردة هنستعرض تفاصيل هذا الاجتماع تضمن الاجتماع عدد كبير من الرسائل هنذكرها وحنحللها بخصوص الإصلاحات الاقتصادية بخصوص ملف الصناعة بخصوص حالة التدخل الدكتور علاء علي أستاذ الاقتصادي ممكن حتكلمنا عن كل هذه المحاول أهلا بحركة الدكتور أهلا بك فاند في البداية في عدد كبير من الرسائل الإيجابية أتت ويمكن شفناها بعد اجتماع سيد الرئيس مع المستشار الألماني وكان فيه كلام عن استثمار الألماني بشكل عام في مصر ولكن قطع زيارة الرئيس الألماني لمصر عدد كبير جدا من الشكوك حول هذا الأمر نذكر هذا في البداية قبل ما نخش فيه اجتماع الدكتور مصطفى مدينة خلينا زي ما حتك تفضلت الاقتصاد أو المؤشرات الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي اللي انت بتشوفها إذا كانت إشادة من البنك الدولي إشادة من مؤسسات التقييم الاستثمارات اللي داخلها مصر ده نتيجة الإصلاحات الاقتصادية اللي انت عملتها وكانت بدايتها التأثير الفعال فيها في 2016 هذه الإصلاحات الاقتصادية هي اللي النهاردة جابت لك استثمار واستكمالا لها اللي عملته في 2020 وما تم في 23 من تحرير سعر الصرف وعمل مرونة لسعر الصرف هو ده اللي جزب استثمارات عندك فكافة الاستثمارات مش بس مع ألمانيا يعني خلينا واحداك ده ربط مثال بألمانيا لأ قبلها كانت تركيا قبلها انضمامك للبريكس الاتفاقيات اللي عملتها مع الصين كأكبر دولة مصدرة مصدرة في العالم واتفاقيات كلها في مجالات اتصالات تكنولوجيا والمعلومات كانت تقول رحمة الله تعالى حضرتك صناعة تكنولوجيا تجارة تدريب الاهتمام بالعمالة كل هذا بيؤثر على مؤشراتك الاقتصادية وفي نفس الوقت بيعود عليك بالنفع في انه بيضبط الميزان التجاري انك تجد مجالات ان انت تصدر في اطار التعاون مع هذه الدول مصدر انها وعد كمان في المجالات الاقتصادية بتاعيتها ما بقيناش بنشتغل على ان انا مسلا عايز اصدر فاصدر موات خيم اصدر اصدر منتج زراعي بس اصدر منتج اه اوركز على الصادرات النفطية لأ انا النهاردة بقى عندي التنوع في الصادرات وفي نفس الوقت تنوع في مصادر الدولار يعني انا مسuscابت على اني يجيلي مصدر الدولار السياحة قناة السويس لا انا النهاردة بقى عندي استثمارات بقى عندي شراكات بقية تحول الدين لاستثمار بنعمل تبادل في اتفاقيات التبادل بتاعة العملة ودي حاجة مهمة جدا عشان تخف العب على العملة الصعبة اللي انت بتحتاجها لما نعمل اتفاقية مع الامارات بخمسة مليار تبادل عملة كان قابليها مع الصين بما يعادل تلاتة مليار دولار انت بتتبادل بالعملات المحلية طب فايدت هذا التبادل ايه بالنسبة لك وفرت عملة صعبة وفرت عملة صعبة وفرت فرص عملة تخليت المستثمر ده هياخد الماء وعدل بالجنيه هيعمل بايه لاما هيشتري منتجات من عندك في اطار التبادل تجاري بينك وبينه لاما هيحطه في استثمار طب قابل التضخم ويعني كل هذه الموضوعات اللي طبعا بتهم المواطن المصري ولكن اكيد اللي بيهم المواطن المصري واكتر فرص العمل اخبار الصناعية يعني خلينا نتكلم على فرص العمل والتطور اللي موجود في الصناع وبنستخدم لفظ اقتصادي يمكن كنا زمان بنتكلم عن الصناع الوطنية احنا دلوقتي بنستخدم لفظ لو تسمح لي يعني عشان الناس بس توقفهمها هو مش مسألة صناعة لأ احنا بنعمل حاجة يسمعها توطين الصناع شتان بين الاتنين انا ممكن اعمل صناعات في مصر بس كلها تبقى شركة اجنبية وهي بتجمع عندي وفي لحظة تمشي وشكرا خلاص الوكيل قفل عندي لكن انا بتكلم على توطين صناع توطين صناعي يعني بنقل تكنولوجيا عندي باب انا اساس هنا للصناع شراكة نقل تكنولوجيا تدريب على حتة بتاعت التكنولوجيا انت حددك طبعا عارف الاتشيب الالكتروني ده اللي هو يعني ازمة العالم رقائق الالكتروني انت تعلم ان المادة الخام بتاعته مستخرجة من السيليكون والسيليكون يعني الرمال بتاعتنا اللي هي ممكن تكون مادة خام لانتاج الاتشيب فانا ممكن اعمل مصنع عشان اصدر المادة الخام لكن انا مش بنعمل كده السينو طايعا ما ادوش النوهاو ده الامريكا يعني هو ده توطين الصناع ان انت ممكن تعمل شراكة ليه انت عندك ميزة نسبية ايه انا عندي مستلزم الانتاج بتاعك وانت عندك النوهاو يجب ان يكون التعاون بيننا وبين بعض ايكوال اذا كنت انت عايز تعمل مصنع في الشرق الاوسط ويبقى مقره مصر ويبقى مدخل افريقيا وتصدر لاوروبا فلازم يكون هناك شراكة بمفهوم التوطين ايه بس انا يعني معلوماتي ان كان فيه عدد من المصانع التركية هتفتح في مصرف عشان كده سألت عليك على موضوع او ملف الصناعة او مذكرات تفاهم انشاء مناطق صناعية تركية ده بيننا وبين تركيا واكتوبر ده بيننا وبين تركيا عشان كده حددك كنت تتكلم على المانيا لان كنت تقول لحددك ما قبلها تركيا ويمكن الاتفاقات اللي بيننا وبين تركيا والاستثمار تعريبا فيه استثمار تركيا في مصر يتخطط 3-4 مليار دولار وفيه مصانع موجودة قائمة في مصر وده كان وقت الازمة انت ممكن تضاعف ده الارقام اجبر من كده النهاردة انت ممكن تضاعف ويمكن تركيا بالذات المؤشرات الاقتصادية بتاعتها لما بنيجي نتكلم كاقتصاد تلاقي المؤشرات الاقتصادية بتاعتها صعبة قوي لكن حجم الاقتصاد الحقيقي الفعلي على الارض لا تركيا عندها صنوعة عندها تجارة فالتبادل بينك وبينها بيسمح ان يبقى وين وين سيتيويشن يعني ان الاستفادة من الانتاج التركي سواء انت هتاخد من تركيا هتعمل تبادل مع تركيا لان بيننا وبينهم تبادل تجاري كبير جدا بعيدا عن الفترات بتاعت الازمة ولكن الاستثمار اللي كان موجود في مصر لازال موجود وممكن يتضاعف زي ما حدك تفضلت صحيح طيب خلينا اقول ان الاجتماع رصد حاجات كتير جدا متعلقة بملف التضخم وزير المالية احمد كوجك يعني كان دايما يعني عنده هم بخصوص هذا الامر وحط خطط لموجهة قصة التضخم اللي الحكومة المصرية ممكن مكادش يعني ايه مسكة بزمام القور بشكل قوي فيها عرفنا ابرز المؤسسات اللي حصلت فيها بخصوص هذا الامر يعني خليني قبل ما نروح المؤشرات بس اعمل تعريف زغير يعني التضخم التضخم ده يعني التضخم ارتفاع مستمر في الاسعار ليه فترتين اقتصاديتين الفترتين الفترة بتبقى ثلاث شهور طب انا النهاردة عندي تضخم بقى لي قد من سنة 22 المؤشرات يعني ده ببساطة تعريف التضخم اسبابه جاية منين اسبابه بتبقى جاية من حكومة تبسيط جانب طلب او جانب عرض يعني ايه يعني الاما عندي عرض قليل طب في طلب كتير قوي على السلع والعرض قليل فالسعر بيرتفع مفهوم طب لا اما في طلب كبير قوي على السلع والناس معها فلوس وسيولة فبرايحة بتشتري فطرفها السعر طيب اللي واقع هنا التضخم في مصر جاي منين التضخم جاي من جانب العرض يعني ايه جانب العرض مستلزمة انتاج الاحداث اللي حصلت في روسيا واوكرانيا اثرت على مستلزمة الانتاج فحصل ارتفاع في الاسعار ونقصة مستلزمة الانتاج فحصل تضخم نسبه متفوتة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة فالتضخم كان بيحصل من 10% لغاية بعض الدول وصل فيها 120% صحيح هنا في مصر وصلنا الاعلى نقطة كمؤشرات بقى نعود لسؤال حضرتك ان المؤشر بتاعنا وصل اعلى نقطة تقريبا لمسنا 40% نهاردة احنا بنتكلم في 25% يمكن الشهر اللي فات للشهر ده حصل زيادة طفيفة كده من 24-20% إلى 25% ففي زيادة على الاساس السنوي ولكن في النهاية المؤشرات بتقول ان انت نازل من 40% ل 25% هل المواطن بيشعر بهذا الفارق ولا هو شايف ان هناك زيادة حصلت عليه في المتوسط لسه موجودة 25% المؤشر بيقل نشعر به كمواطنين فيه على الأهل اللي بيحدث استقرار في الأسعار طب امتى انا حس ان الأسعار دي ابتدت تقل اللي حاصل بقى في السياسات النقدية اللي تمت اللي عالجت كمان الطلب مش بس العرض بان انت لما عملت سعر وعملة موحد ابتدت بقى تفرج عن مستلزمات الانتاج فبقيت تستورد آخرهم التلاتاشر سلعة اللي كانوا ما ينفعش تستورده من لما تاخد اذن البنك المركزي البنك المركزي انت تعليمات للبنوك فتح الاستراض بالسلعة دي وآخرها كانت السيارات هينعكس عليك على طول على تخفيض اكتر في الأسعار مع الاصلاح المالي اللي انت بتعمله وزيادة الانتاج وزيادة الصناعة صحيح والتبادل التجاري حالتك هتشعر بهذا الأمر صحيح ممكن لو تسمح لي بس استكلم النقطة صغيرة صحيح ممكن كمان مش بس يعني انا ما يهمنيش على فكرة ان السعر ينزل لدرجات دنيا قوي ممكن على الجانب الاخر ما بشتغل على العرض وبزود الانتاج فبزود المرتبات فسألنا ان هناك تضخم وانا مرتبي خمس تلاف جنيه والتضخم سابت بس مرتبي بقى ست تلاف جنيه فكأن التضخم قل بالنسبة لي صحيح صحيح خلال نروح برضو سريعا معنا على الهاتف الدكتور بحمد الشواتفي عميد كولية التجارة الأسبق اهلا بحضرتك دكتور وفي البداية يعني كنا بنتكلم على ان في خطة جدة من الحكومة المصرية لمواجهة التضخم والسيطرة على الاتجاه الهبوطي المصاري اللوبوطي اللي كان اخذ فيه هذا الامر تعليق حضرتك في البداية هو الحقيقة طبعا هناك جهود كبيرة تمت بعد صباح الخير على حضرتك وستاذ المشاهدين اهلا بس انه هو هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الماضية على اساس ان اثبت منصر خيال اثبت انتاج وان العرض عندها هو ضعيف او كان هناك مشاكل في جانب العرض بالنسبة لها سواء تعطيل الانصانة وعدم تشبيل المصانة او في نفس الوقت سياسات الانتاج او السياسات الضربية او السياسات المالية كان كل هذه العوامل المؤثرة عامل اختناق في جانب الانتاج سواء على مستوى التصنيع او على الزراعة او على المشاكل المختلفة من هنا الدولة الحقيقة اخذت خلال السنوات السابقة كاحتراق للازمة العالمية انها تبدأ في توصيل الصناعة وزياد الانتاج والعمل على تيسير سياسات الانتاج وتبسيط الانتاج والعمل على دعم القطاع الخاص حتى يكون شريكا اساسيا في الانتاج والعمل على جذب الاستثمارات كل هذه العوامل عشان تقدر تحسن الانتاج لان الانتاج في هذه الحالة هو اللي هيقدر يعالج او يحدث توازن في الاسواق ويقدر لو كانت حالة منافسة ومنع الاحتكار حيبقى في هذه الحالة هنقدر من المنافسة ومنع الاحتكار تعمل ضبط في الاسواق وتعمل كمان توازن في الاسعار وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم العام للعمر التالي كمان السياسات المالية النقدية اللي اقذتها الدولة المصرية على اساس انها هتعمل جذب الاستثمارات من خلال تحريصها للعملة عشان المستثمر الاجنبي يقدر يدخل السوق المصرية ويقدر يشغل امواله في داخل الاسواق المصرية كل العوامل دي هتبدأ تحفظ الانتاج اللي حصل ان من خلال الست الشهور اللي فاتت دي انقفض معدل التضخم عندنا الى تقريبا ما فوق 25% بعدما كان 40 وتجاوز الاربعين وبالتالي وعد رئيسة حكومة ان خلال 25 او لهاية 25 هيبقى في حدود الـ 10% او الـ 12% هذا الامر الحقيقة بيديني صورة ايجابية على اساس ان الاقتصاد المصري النهاردة بدأ المتخذ القرار يعرف مغاطيات الاقتصاد الوطني قويا وبالتالي يقدر يدير هذه المغاطيات بما يحقق المستهدفات الاساسية المستهدفات الاساسية عندنا في اجل مشكلات المشكلة الاولى اذا عندنا بطالة وبالتالي هذه المطالة هتنسبة مرتفعة وباعتقادك سعر الصرف هل هيشهد انفرجة ايضا فيما تعليق بهذا الامر؟ الحقيقة طبعا هو النقد الاجنبي او مشكلة النقد الاجنبي تأثرت خلال استهد السنوات السابقة في كل دوافق سواء في العاملين في الخارج سواء في من السياحة او من القياة السويس او حتى من الصدرات عشان كده بدأت الدولة تفكر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وبالتالي كان هنا عندنا عامل صفقة صفقة رأس الحكمة استطعت انها تحصل على كمية كبيرة من الاموال او النقد الاجنبي اللي داخل السوق واللي ادى الى بمشاكل فعلي الى حالة الانضباط وهجوط اسعار الدولار بعد ما كان تجاوز عدد نسبة كبيرة رجع دلوقتي في معدلات 48 40 50 هذه العوامل اليوبيزان هذا نتيجة اعتمدت الدولة على الطفرة او على جذب استثمارات كبيرة الامر التاني كمان انها عملت كمان في اتفاقيات سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع صندوق النقد الدولي او مع بعض الجهات المتعددة التمويل او مصادر التمويل عشان تقدر توصف النقد الاجنبي ونجحت الدولة في هذه الامور الاربعة على اساس انها وفرت النقد الاجنبي اللي ترتب عليه زيادة الاحتياط النقدي في البنك المركزي الى المستوى اللي هو اعلنه دولة رئيس الوزراء بالامر كل العوامل دي بتقولنا ان احنا النهاردة طالما عرفنا واقع اقتصادنا يبقى حلوات عدد من القرارات الصحيحة يا دكتور دكتور محمد شواتفي عميد كورية التجارة الاسبق شكرا جزيلا لحضرتك ومرة تانية بنرجع اللي ضفنا دكتور علاء علي اصلاح الاقتصاد والحديث عن الاجتماع الاخير اللي اجرى دكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية دكتور احمد كوجك وبتأكيد كان هناك عدد كبير من القرارات المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية الدولة اخذة في العزم على تنفيذ عدد من الاصلاحات الاقتصادية ومنها وثيقة ملكية الدولة اللي الدولة تكلمت عنها اكتر من مرض ما هي وثيقة ملكية الدولة كيف ممكن التخارج من عدد من المشروعات واعطاها للقطاع الخاص وده ممكن يحرك السؤزة خليني وثيقة ملكية الدولة هو ان الدولة بتحدد الحاجات اللي ممكن تتخرج منها على مستوى الانشطة الاقتصادية وهي عاملة خطة خلال التلات سنين ان يكون هناك استثمار او مشاركة من القطاع الخاص تصل لسبعين في المية من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اهم المشروعات اهم المشروعات اللي احنا شفناها اللي تخرجت منها الدولة كان فيه بعض الحاجات في المجال السياحي بعد الحاجات اللي تخرجت منها في مجال التصنيع المجال الخاص بالشركة الشرقية للدخان بعض البنوك المطروحة وبالتالي في مجالات كتير قوي عشان تخفض الحصة بتاعتها في الملكية النهاردة ده بينعكس علي بايه بقى ان انا النهاردة لو رجعنا في حطة زيارة كده في الموازنة العامة للدولة بنجد ان الموازنة مكبلة بديون لما الديون دي تتحول سواء حولت الدين لملكية او انت تخرجت من ملكيتك وابتدت تسدد هذي الديون سواء كان دين داخلي او خارجي الدين ده هو لما بيقل عبء الدين نفسه والفوائد اللي بتتفحها على الدين بتقل فتخف الموازنة شوي من ضمن الاصلاحات برضو اللي اشتغلت عليها اصلاح النظام الضريبي طب ماهو النظام الضريبي ده احد الاساسيات الموارد الرئيسية للموازنة المصرية طب انا لما اعمل اصلاح في الضريبي ويمكن كان النقاش امس مع علي وزير المالية وفخامة رئيس الوزراء كانوا بيتكلموا على تقديم مزايا وتخفيف للفئات اللي انا بشتغل معاها على الضرائب يعني وصلنا ان فيه اعفاء للشركات الدولية لغاية 30 مليون لو انت عندك المبيعات بتاعتك لغاية 15 مليون هتجد ان هناك اجراءات مبسطة جدا وفئة موحدة هو ده يخفض الاراضي الضريبي ولا يزوده يعني هل انا النهاردة لما خفض لما انا خفض الحاجات اللي باخدها الناس تعتقد ان انا هخفض المورد لا بالعكس النهاردة لما توسع الوعاء الضريبي بتاعك مع تخفض النسبة يمكن انتصل الى نسب تحصيل عالية جدا من ضمن النقاط كمان تحويل النشاط الغير رسمي للنشاط الرسمي لا يجوز ان القطاع الخاص مساهمة النشاط الغير رسمي فيه بتتخطى الـ 40 والـ 50% نسبة كبيرة جدا نشاط غير رسمي سواء لسا كنت قلع عدرتك سواء بعض الاعمال المهنية والحرافية الحاجات على الويب سايد والبيع الالكتروني ممكن كله انت مش واخد بالك منه المصانع المتناهية الصغر والصغيرة والتجارة المتناهية والصغيرة كل ده حضرتك مش شايفه خدمات كتير قاوة بتتعمل انت مش شايفها ومش دخلة في النشاط الرسمي دخلها في النشاط الرسمي اعمل له مزايا ويمكن ده اللي اتقلم بارح ان احنا هنديله مزايا عشان يدخل في هذا النشاط يمكن انا كنت قدمت مقترح في الحر وطني يخص هذا الموضوع بان انا النهاردة ما تديله واعفة خمس سنين وانت كده كده مش شايفه صح انت فهمني ما تديله مبلغ ثابت مش لازم نسبة يعني احنا عايزين نقول لغاية الناس اللي بتبيع في النشاط ده لو انت قدمتلي خلال الست شهور ووفقت اوضاعك انا هسيبك يا سيدي خمس سنين او هدفعك مبلغ ثابت ايا كانت مباعاتك هناخد منك خمس تناف جنيه في السنة وانا كان قبل ذلك سفر ما كنتش شايفه حتى في قياس الاقتصاد الارقام بتاعتي انا معرفش هو بينتج كده عملت داتا بيز ونمنته وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت طورته وخليته يشتغل على الحاجات اللي انا عايزة التوجيه بقى لما نيجي نقول ان انا النهاردة عايزة صدر طب عايزة صدر ايه عايزة صدر سلع واحد واثنين عايزة اهتم بالتصنيع الزراعي عايزة اهتم بالصناعات اللي نسبة المكون المحلي فيها تسعين في المية فناخد نوع الصناعات دي والروح بقى للنشاط غير رسمي اللي احنا شفناه انه هو يزود الانتاج في المجال ده وما بقاش انتاج عشوائي فهي منظومة متكاملة من اعفاءات ضريبية لان انا دخلوا في النشاط الرسمي اشركه في الخدمات المالية والتحول الرقمي خلي بالك التحول الرقمي كمان بيوفر فيه التكلفة بتاعة المعاملة وبالتالي انا هتدي له مزايا اشبكه بالشركات المتوسطة والكبرى اوجد له مصدر للبيع بتاعه فيزود انتاجه لما يزود انتاجه الانشطة الصغيرة والمتناهية بتضيف في نسبة البطالة تخفض نسبة البطالة بعدد كبير قوي بخلاف ما احنا فاهمين اعمل مشروع كبير اعين فيه 3000 عامل لا الفلوس اللي اعملها في المشروع الكبير ده لو عملتها في مشروعات صغيرة كل مشروع صغير يشغلي مباشر من 3 ل 5 عامل وغير مباشر زيهم فنسبته على البطالة وده اللي اهتمت بيه مصر لفترة اخيرة منذ اطلاق مبادرات التمويل الخاصة بالمشروعات المتناهية والصغيرة كان قبل المبادرات دي نسبة البطالة 14% احنا بنتكلم في 6 و 8 من 10 دقيقة اعتقد ان الحكومة المصرية جد جدا فيما تعلق بمواجهة كل التحديات الاقتصادية ومن ابرزها الملف الخاص بالتضخم ومن ابرزها ايضا ملف العملة الصعبة والنهوض ايضا بملف الصناعة عبر توطنها بعدد كبير من السبل الدكتور علاء علي وسط الاقتصاد يمكن يكلمنا عن كل هذه المحاور وكان بصحبتنا في تحليله لاجتماع مع الدكتور احمد كوجك وزير المالي لا اجراء الدكتور مصطفى مبادوري شكرا جزيلا حركة شكرا شكرا لكم